اشتركوا في القناة نزل على قائمة تشغيل الصف الثاني الابتدائي 25 ترم أول هسيبها لك أسفل الفيديو في الوصف كمان بنزل على قائمة التشغيل جميع الوحدات من كتاب الجم وكتاب المعاصر مشروحين ومحلولين بنزلهم لك بالترتيب هتلاقيهم تحت في القائمة بتاعت التشغيل الخاصة بالصف الثاني الاتدائي هسيب لك كمان صفحة فيسبوك لو محتاج مني أي استفسار جميع التقليمات القادمة إن شاء الله هتنزل في قائمة تشغيل الصف الثاني أيضا نبدأ على طول كده يا ولاد عندنا الويكلي كوز إحنا قلنا في التقييم الأول إن إحنا بيجي لنا طبعا تقييم أسبوعي وعليه درجات ومهامي طبعا موجود على يونت وان على الوحدة الأولى بارت وان الجزء الأولاني ميت ماي فاميلي يعني إيه قابل عائلتي يعني أكمل الجمل باستخدام الكلمات بتوين براكتس اللي ما بين الأقواس أول جملة أنا عايز أقول يعني هذا طبعا زيس يا ولاد المفرد بيجي معها يعني جدي أنا بقول إيه لما بصها بقول طبعا يعني صباح الخير تبقى تالت جملة يا ولاد ذات دوتر اللي هي البنت of my uncle مالها is my اللي هي البنت اللي هي بنت عمي أو بنت خالي تعتبر إيه يا ولاد بالنسبالي تعتبر طبعا my cousin يعني بنت عمي أو بنت خالي the moon القمر is in the sky في السماء بيكون موجود إمتى في السماء في night يعني في الليل طبعا دي number four وديكاة number three my sister أختي is not years old عندها كم سنة؟ عندها six years old يعني ست سنوات تعالوا نكمل وصلنا للويكلي كويز النموذج الثاني النموذج بي خاص برضو بالأسبوع الثاني يا سنة تانية هنا برضو هنكمل من الكلمات اللي أمامنا the daughter اللي هي الإبنة the daughter of my aunt يعني بنت خالتي أو بنت عمتي is my تعتبر إيه my cousin يعني برضو بنت عمتي before I go to bed قبل ما بروح للسرير I say good بقول إيه good night يعني تصبحوا على خير بقول تصبحوا على خير these are my نقط these are my a these are my friends دول أصدقائي it's not o'clock الساعة كام هنقول three o'clock الساعة ثلاثة the sun اللي هي الشمس goes down يعني بتغرب in the evening في المساء تعالوا نكمل يا سنة تانية بعد كده يا أولاد وصلنا على the weekly quiz الاختبار الإيه الثالث برضو هنختار من الكلمات اللي أمامنا it's not o'clock الساعة كام هنقول three o'clock الساعة الثالثة this is my أنا عندي هنا يا أولاد my child child يعني طفلي أو aunt خلتي أو عمتي إحنا هنا هنختار child ليه؟ لأن أنا عندي الجملة الرابعة بتقول the sister of my father اللي هي أخت بابايا تبقى مين؟ تبقى aunt تبقى عمتي بقى هنا لازم اختار طفلي بقى إحنا نركز عشان الاختيار ممكن ينفع في نفس الجملة اختيارين ينفع في نفس الجملة I say good نقط in the morning بقول لي في الصباح بقول good morning طبعا سئلة بسيطة جدا نيبقى قولنا زي سستر أخت بابايا اسمها إيه؟ اسمها عمتي أو لو أخت مامتي هتكون إيه؟ خلتي هنا عمتي aunt I eat lunch أنا باكل إيه؟ الغداء in the afternoon يعني في بعد الظهيرة تعالوا نكمل وصلنا بعد كده يا سنة تانية للأداءات الصفية وما زلنا في الإسبوع الثاني الفصل الدراسي الأول يا سنة تانية عبارة عن إيه؟ عبارة عن choose اختار the correct answer الإجابة الصحيحة نركز فيها عشان الجمل فيها جمل لفة شوية أول جملة معنا يا أولاد بيقول لك هنا إيه؟ your noot is your father's brother هو أخو باباك يبقى ده مين؟ uncle عمك عمك أخو باباك أحمد and his noot have the same parents لديهم نفس الآباء يبقى أحمد ومين؟ وماذر ومامته؟ father والده ولا برادر أخوه أحمد وأخوه؟ عندهم نفس الآباء my noot have six grandchildren هنقول مين اللي عندهم ست grandchildren يعني أحفاد طبعاً ال grandparents الأجداد عندهم ست أحفاد amina is my noot she loves wearing dresses هي بتحب ترتدي الفستين يبقى هي مين يا أولاد؟ يبقى هي father ab فامل يعيلة ولا سستر أختي؟ أختي this is my noot she is my uncle's daughter هي بنت عمي أو خالي بنت ابنة العم يعني cousin تعالوا نكمل هنكمل الكلمات في الجمل اللي قدامكم the sun اللي يا الشمس goes down بتغرب in the ها بتغرب إمتى أولاد؟ in the evening يعني في المساء زمون الكمر is in the sky موجود في السماء at night في الليل the sun is in the sky الشمس موجودة في السماء in the afternoon يعني في بعد الظهيرة طبعا في الجزء دي بيكلمني عن فترات اليوم my noot are old and kind يبقى my mean grandparents أجدادي طيبين وإيه؟ وإيه كبار في السن طبعا تعالوا نكمل بعد كده وصلنا للأداءات المنزلية يا سنة التانية في الإسبوع التاني لسه وهنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن choose اختار the correct answer الإجابة الصحيحة my noot is old كبير and kind وطيبي أمين يا ولاد grandpa جدي I meet my noot أنا قابلتي مين in the club في النادي every week كل أسبوع بقابل مين في النادي morning الصباح جود جيد ولا friends أصدقائي بقابل طبعا أصدقائي أحمد the noot is a doctor هو doctor she helps هي بتساعد sick people الناس المرطة لما عوضت عنها بشي يبقى دي مؤنف ماينفعش father ماينفعش طبعا هنا مين؟ ماينفعش grandparents ينفع إيه ولاد sister أختي لين عوضت عنها بشي my grandpa جدي and the noot are my grandparents هم أجدادي يبقى جدي و grandmageddity هم أجدادي these are my يبقى طالما عندي are يا ولاد هاختار حاجة جمع sister مفرد brother اللي هو أخ مفرد لكن parents أباء جمع و are بتيجي مع الجمع هنا يا ولاد هنكمل الجمل من الكلمات دي I go to bed أنا بروح للسرير at night يعني في الليل دي أول جملة in the noot I eat my lunch أنا باكل إيه بتغدى يعني يبقى إيه afternoon بعض الظهر أنا بتغدى in the afternoon I have breakfast أنا بفتر في الصباح I love to make new أنا بحب إن أنا أعمل إيه جديد أعمل friends make new friends يعني أكون صدقات make friends هنا in the noot I do my homework بعمل واجب بتاع and watch TV وبشاهد التليفزيون طبعا آخر واحدة evening في المساء بجد طبعا يا سنة تانية خلصنا التقييم الأسبوعي الخاص بموقع الوزارة إن شاء الله الفيديوهات اللي جاية كلها هتنزل على قائمة تشغيل الصف الثاني الابتدائي هسيب عليك تحت في الوصف سواء من آآ المنهج يا ولاد هنكمل الوحدات بتاعتنا من كتاب المعاصر أو الجم أو تقييمات موقع الوزارة باتمنى لكم التوفيق جميعا يا سنة تانية لسه مشتركش في القناة فعل زر جرز ينزل يشتريك حانهم فعل زر جرز عشان يوصلوا كل جديد يا ولاد شارك الفيديو ده مع أصدقاء عشان هما كمان يستفيدوا يوصل لأكبر قدر ممكن من الطلبة باتمنى لكم التوفيق جميعا أشوفكم في فيديو جديد كانت معاكم مسأس ما ياسر ترجمة نانسي قنقر